اللي في الصورة دي اسمها المهندسة نانيس صاحبة اشهر قضية في مصر في التسعينيات اكيد سمعته عن القضية اللي تنفذ فيها حكم الاعدام على الهوى هنتكلم عن مسبحة مدينة نصر القصة الكاملة 1997 المهندس هاني ينزل من البيت الساعة 8 الصبح رايح على شغله ويسلم على مراته المهندسة نانيس وولاده الاتنين هديل وانس وبشكل عام الحياة بينهم كانت جميلة وكان معروف عنهم انهم ناس محترمين وعلاقتهم بعائلتهم كانت متوازنة جدا المهندس هاني والمهندسة نانيس اللي اتنين فعلا احسن من بعض بعد نزول المهندس هاني على شغله كانت طبيعي ان المهندسة نانيس بتكلم والدها بتطمن عليه وبعدها بتحضر الفطار وبتلعب شوية مع اولادها وبعدين تكمل اليوم بشكل طبيعي وتستنى المهندس هاني لما يرجع من شغله الاستاذ احمد فؤاد والد المهندسة نانيس في اليوم ده ما جلوش منها اي اتصال وهو حاول يتواصل معاها اكتر من مرة لكنها ما كانتش بترد على التليفون خالص فوالدها حس بقلق لان ده مش الطبيعي بتاع بنته فقرر ان هو يطلع لها على البيت علشان يتطمن عليها بنفسه وصل عندها البيت وقت الضهر والوقت ده الطبيعي ان جزها المهندس هاني بيكون في الشغل قعد يخبط كتير على الباب بس مفيش حد بيفتح وبعدها نده للبواب البواب لما وصل اكد له ان المهندس هاني نزل الصبح لكن من ساعتها ما شافش المهندسة نانيس ولا الاولاد نزلوا او تحركوا من البيت الجيران اتجمعوا على صوت والد نانيس وهو بيندح عليها وعلى صوت تخبيط الباب المستمر واقترحوا عليه انهم يكسروا الباب طالما هو متأكد انهم جوه البيت وفعلا عملوا كده واول ما دخلوا البيت اتصدموا من اللي شافوه يلاقوا المهندسة نانيس وبنتها هديل مرميين على الارض وغرقانين في الدم وواضح عليهم اثار تعنات والدها جري بسرعة علشان يدور على الطفل الصغير انس علشان يلاقيه في قط النوم موجود جوه الدولاب لكن ملفوف حوالين رئابته شرب وميت هو كمان الجيران كلموا الشرطة لان واضح انها جريمة اكل وجريمة سرعة لان محتويات البيت كانت مبعثرة بشكل واضح وناس تانية من الجيران بتحاول توصل للمهندس هاني وبتكلموا في الشغل لكن مش عارفين يوصلولو خالص ووالد نانيس فقد السيطرة تماما على نفسه ومش مصدق اللي حصل الشرطة توصل ورجال المعمل الجنائي يبدأوا في شغلهم على طول وبمجرد طرح القضية على الاعلام القضية تحولت مباشرة لقضية رأي عام مش بس كده دي كانت اكبر قضية رأي عام لان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان بيتابع القضية دي بنفسه المعاينة المبدئية اكدت ان مفيش اي تصرف غير طبيعي موجود جوا الشقة واضح ان اللي عمل كده المهندسة نانيس عرفاه لان دخول البيت مفيهوش اي حاجة غريبة وبرغم ان والد المهندسة نانيس والجيران كسروا الباب لكن رجال المعمل الجنائي اكدوا ان دخول البيت كان بشكل طبيعي النقطة التانية ان المهندسة نانيس لقوها مقتولة جوا المطبخ وكانت بتحضر شاي فده معناه انها كانت بتضايف ناس موجودة عندها لكن لقوا ان كل الذهب اللي كانت لابسها المهندسة نانيس مش موجود خالص وكل الفلوس اللي كانت موجودة في البيت برضو مسروقة وكمان سرقت بعض الاجهزة الكهربائية المهمة والغالية فواضح ان اللي عمل كده عارف البيت كويس والمعاينة كمان اكدت ان المهندسة نانيس تعرضت للخنق وتعرضت للطعن والطفلة هديل تعرضت للطعن والخنق انما الطفلة انس تعرض للخنق جريمة صعبة جدا وللأسف وده الطبيعي عند رجال الامن انهم بيشكوا في كل الناس حتى يثبت العكس فكان الزوج المهندس هاني هو من اول دائرة الاتهام لكن بعد التحقيق والتحريات تم اسبات انه كان فعلا في الشغل وانه كل الناس اكدوا ان علاقة المهندس هاني بمراته وولاده كانت علاقة كويسة جدا وصعب يعمل كده فتم استبعاده مباشرة من دائرة الاتهام فبدأت دائرة الاتهام والتحريات توصع اكتر وده لان عيلة المهندس هاني والمهندسة نانيس كان واضح عليهم الحالة المادية المرتفعة ده غير انها كانت بتلبس دهب بكميات كبيرة طول الوقت فبدأ الامن يدخل الجيران في دائرة الاتهام واللي اثبتت التحريات بعد كده ان ما فيش حد فيهم له علاقة بالجريمة دي وبدأت التحقيقات تتم مع اقرب الناس ليهم لحد ما فيه صديقات للمهندسة نانيس قالوا للامن ان كان فيه شخص معجب بالمهندسة نانيس زمان وحاول اكتر من مرة انه يتواصل معها والكلام ده من كزا سنة لكنها صدته وكلمته بطريقة وحشة جدا فكان عندهم شك ان ممكن يكون هو اللي عمل كده الامن عمل تحريات عن الشخص ده واكتشفوا انه شغال بر مصر لكن بالصدفة انه كان موجود في نفس توقيت الجريمة في مصر في اجازة فبدأ الشك ودائرة الاتهام يروحوا اتجاه الشاب ده وتم استدعائه واكتشفوا انه كان حاجز طيران تاني يوم على طول وهيسافر بر مصر الامن منعه من الصفر وتم استدعائه وتعمل معها تحقيق كامل وتعمل التحريات كاملة عنه واللي اكتشفوا بعد كده انه برضو مالوش علاقة خالص بالموضوع ده وكان الضغط الاعلامي والرأي العام واهتمام الرئيس مبارك بالقضية دي ما خلي الاجهزة الامنية قدام تحدي حقيقي بانهم يحلوا في اسرع وقت قضية المهندسة نانيس وكان رجال الامن بيقابلوا المهندس هاني باستمرار على اعتبار انه ممكن يفتكر اي حاجة ممكن تساعدهم في حل القضية لحد ما الزوج قال لهم انه من حوالي خمستاشر يوم كان عايز يعمل شوية تصليحات وتعديلات في البيت وكان محتاج عمال نقاشة العمال دول هيعدلوا بعض الدعينات في بعض الغرف داخل الشقة والصناعية دول جن فعلا وخلصوا شغلهم وخدوا فلوسهم ومش يوم لكن اللي لفت انتباه رجال الامن ان المهندس هاني قال لهم ان الصناعية تعمدوا يسيبوا اجزاء من الشغل ما خلصتش ويجوا تاني بعد كام يوم علشان يخلصوا الاجزاء اللي نقصة وانهم جم فعلا قبل اسبوع من الجريمة وفتح لهم الباب ودخلوا بصوا على الاجزاء اللي نقصة وقالولوا انهم كانوا بيعيدوا المقاسات تاني ولقوا عندهم لخبطة فكانوا جايين يتأكدوا وبعدها خلصوا كل شغلهم وخدوا فلوسهم ومشيوا رجال الامن خدوا كل بيانات ومواصفات الصناعية دي وفي نفس التوقيت رجال المباحث كانت بتوزع منشور على كل تجار الدهب وتجار الاجهزة الكهربائية بمواصفات المسروقات اللي تم سرقتها من منزل المهندسة هانانيس واسناء مفاريق البحث بيدور على الصناعية دول ييجي تليفون للرجال المباحث من احد تجار الاجهزة الكهربائية اللي بيقول لهم ان في اتنين وقفين عنده بيبيعوا اجهزة كهربائية وواضح عليهم انهم مش فاهمين ايمتها وان التاجر كمان لاحظ ان الاجهزة الكهربائية دي مواصفاتها تتطابق مع مواصفات الاجهزة المسروقة في المنشور اللي رجال المباحث موزعينه الامن يطلب من التاجر انه يؤخر الشابين دول شوية لحد ما رجال المباحث يوصلوا خلال ربع ساعة رجال المباحث وصلوا عند التاجر وتم القبض على الاتنين دول محمد زكريا علوان وشغال نقاش وسيد زكريا علوان وبرضو شغال نقاش واكتشف الامن ان هما دول الصناعية اللي كانوا عند المهندس هاني والمهندسة نانيس والاجهزة الكهربائية اللي معاهم هي فعلا من المسروقات اول ما الامن واجههم بالمعلومات دي اعترفوا على طول في بداية الشهر المهندس هاني كان فعلا محتاج يعمل بعض اعمال الصيانة في الدهانات وفي الشقة بتاعته وكان طلب من البواب ان يشوف له صناعية ونقاشين يكونوا شطرين والبواب ساعتها سأل حد واقترح عليه ان يجيب له محمد خرشد وهو المتهم التالت ووصل البيت وعاين الشقة وشاف الشغل اللي المهندس هاني محتاج يعمله بس لفت انتباهه ان المهندسة نانيس لبسة كمية ذهب كتيرة في ايديها ولفت انتباهه كمان انه بعد ما المهندس هاني اتفق معاه طلب من مراته انها تجيب فلوس عربون للصناعية دولة فواحد منهم كان بيبص فشاف بعينه شنطة فلوس وان المهندسة نانيس طلعت كمية منها وعدت الرقم اللي المهندس هاني طلبه وخرجت تاني ودته لهم فكده عرفوا مكان الفلوس وشافوا الذهب اللي لابساه المهندسة نانيس في نفس الوقت ده محمد خرشد قرر انه هيسرق البيت ده وانه لو اي حد اعترضوا هيقتله وكان معاه ولا دخلتوا الاتنين محمد زكريا علوان وسيد زكريا علوان وهم الاتنين جلهم نفس التفكير في نفس الوقت وفعلا قرروا ينفزوا العملية بعد ما جنب يومين بالظبط وصلوا البيت الصبح وخبطوا بس اكتشفوا ان اللي فتح لهم الباب المهندس هاني وهم كانوا عايزين المهندسة نانيس لوحدها علشان ما يكونش فيه مقاومة فاكتشفوا انهم محتاجين تعديل في الخطة ان لازم يكون في حد موجود تحت البيت علشان يرائب ويتأكد ان المهندس هاني نزل ويتطمن ان مفيش اي حاجة بتحصل اثناء ما محمد خرشد ومحمد زكريا علوان بيسرقوا وبيقتلوا فوق وفعلا وصلوا تاني يوم وطلعوا على الشقة وخبطوا والمهندسة نانيس فتحت لهم الباب ورحبت بيهم على الاساس انهم هيكملوا شغلهم في النقاشة واول ما قاعدوا طلبوا منها قطعة قماش علشان ينظفوا بيها حاجات معينة هي دخلت المطبخ وقالت لهم قبل ما تشتغلوا هعمل لكم الشاي محمد خرشد دخل وراها وكتم نفسها المهندسة نانيس فهمت هم جايين يعملوا ايه وطلبت منه انهم يخدوا كل حاجة وما حدش يلمسها ولا يلمس ولدها لكن محمد خرشد كأنه ما سمعش حاجة كتم نفسها بايده ودخل عليه محمد زكريا علوان ومعه سكينة وضربها اكتر من طعنة لحد ما تأكدوا انها ماتت وبعد ما تأكدوا انها ماتت قلعها الاشار وبلوا بشوية مية وفضل كاتل نفسها علشان يتطمن تماما انها ماتت وبعدها كلموا سيد اللي كان معاهم وواقف تحت علشان يطلع لهم فوق ويكمل معاهم السرقة بسرعة دخلوا على الطفل هديل اللي كانت بتلعب في الصالون واول حاجة عملوها خنقوها وطعنوها بالسكينة وبعدين خدوا الطفل انس وحطوه في الدولاب وكملوا السرقة واسناء ما كانوا بيسرقوا بدأوا يسمعوا بكاء جامد جدا من الطفل انس فخافوا ان الجيران تسمع بكاءه فينزلوا ويخبطوا عليهم فكرروا انهم يفتحوا الدولاب ويطلعوا الطفل انس اول ما فتحوا الدولاب الطفل من برقته نطف حضن محمد خرشد لانه كان خايف جدا وما كانش فاهم انه هم دول اللي عملوا فيهم كده يقوم محمد خرشد يخنقوه وبعدين يجيب اشرب من بتاع المهندسة نانيس ويلفو حوالين رقابته ويخنق طفل عنده سنتين هيعمل لهم ايه كانت اسرع محاكمة في مصر وتقريبا ما فيش حد في الفترة دي ما كانش بيتابع قضية المهندسة نانيس او مسبحة مدينة نصر زي ما كانت معروفة اعلاميا وتحكم عليهم هم التلاتة بالاعدام وطلع امر رئاسي بتنفيذ حكم الاعدام على الهواء مباشرة على القناة الاولى الرسمية في التلفزيون المصري وتم تنفيذ حكم الاعدام عليهم هم التلاتة على الهواء مباشرة في واحدة من اغرب واصعب القضايا اللي ممكن تسمع عنها واللي اتعرفت باسم مسبحة مدينة نصر سلام عليكم